السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً أخرامي تفضل حبيبي عز الله يسأل مك أنا من محافظة الأنبار وخادم جامع معاد دون أن تذكر أي معلومات عنك بالله عليك ماشا حبيبي أسن والحمد لله بس عندي إشكالية إذا ما كزح ما عليك العفو حبيبي أريد يعني تشرح لي العفو حديث عندما خذرت رجل ابن عمر أول حاجة هذا الحديث في الأدب المفرد للبخاري وليس يصح ومن صححه أن الرجل سأله قال اذكر أحب الناس إليك فقال محمد ولم ينادي ويقول يا محمد ولو كان يرى التوسل بغير الله أو بالذوات لذهب إلى قبر النبي أو لذهب أبيه عمر في صلاة الاستسقاء رضي الله عنهما عن عبد الله وعن عمر لذهب أبيه واستسقى بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا إليك بنبينا أي بدعاء نبينا فتسقنا واستسقى بدعاء العباس فإننا استسقى إليك بعم نبينا أي توسل كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا بدعاء النبي والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء النبي وشوف عمر كان كيف يحب آل البيت ويعظم مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه والحديث اللي في الأدب المفرد اللي هو عن عبد الله بن عمر لم يصح ومن صححه قال أنه لم ينادي يا محمد اليدي ليست صحيحا الرجل قال اذكر أحب الناس إليك فقال محمد أتنازل معك بقى حتى لو قالها عبد الله بن عمر نقول أخطأ فلا يوجد عندنا معصوم ولا يوجد عندنا لا في القرآن ولا في السحن لا يوجد شيخ رامي شيخ رامي وحديث ثاني إذا ما كزع الحديث الثاني فاطمة بنت أسد عندما توفت والنبع صلى الله عليه وسلم نزل إلى القبر لا يصحيح حبيبي هذا حديث ليس بصحيح لكن صححه بعض العلماء بعض العلماء الثقات عدنجا لمحديث صحيح طب ممكن تقرأ للنص كده والله ممكن مو جدام يعني لكن أنا عدت يعني ده أتصل بيك غير وقت عدت يعني مصادر شايفة أولا أنت ممكن تشوف مصادر للشيعة فيطاعون التصحيح والتضعيف الحديث عندي لا يصح الثاني حاجة الحديث عندي لا يوجد فيه أي شيء النبي قال النبي توسل بأحد تحت أو شيء ده الرواية اللي عند الشيعة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ومعها في القبر قال لها قولي علي قولي علي لأنها سئلت من وليك أو من إمام زمانك فقالت عليهم مأبي طيب العفو الشيخ كان حديث كان الدعاء النبي اللهم إني أسألك بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبل بالله عليك واضح بين في الوضع خالص حبيبي واضح في الوضع لو كان صحيح لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من مع خديجة ومع ومع حمزة ومع كل من مات من آل البيت ومع أبنائه أو بناته له بنات ماتوا وقاموا متزوجات فاثنين من بناته صلى الله عليه وسلم ماتوا وقاموا متزوجات واحدة زوجت عصمان وماتت والتانية زوجة عصمان ولكن أنا شوية يعني كثير التساؤل وحديث أخير إذا يعني شوية ما أطل عليك حديث الأخير اللهم إني أسألك في حق من شايا هذا لا أعرف هذا الحديث أجيبك على ذلك أجيبك 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 حبيبي أجيبك نعم أنا شفت صفحتك الآن وإسمك برينز وحطت صورة واحد صوفي وكاتب السر الخفي في قلب كل ولي إننا قد عشقنا ومسنا حب النبي أعرف الله نعم طب ما تقول إنك صوفي يا حبيبي واللهي مصوفي أنا مسلم أنا مسلم طيب هل أنت تحتفل أرجو أن أكون صوفي على ما كان عليه الأولين وليس الآخرين طيب يا حبي أنت تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم صراحة يعني هل سرعنا رح نفتح نقاش آنياك حول مولد النبي وهي رح يطيل كثير طيل في أيام في أيامنا هذه في أيامنا هذه نحتاج إلى الاحتفال بمولد النبي وإن لم تكن موجودة فلنعتبرها سنة حسنة ولكن طب ما شاء الله إنت هتعمل سنة حسنة الآن طب ما نشوف من الأول من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشوفها ليس سنة حسنة لأن في ناس قبلك احتفل وهم العبيديين اللي كان الذهبي وغيرها يكون أشد شركا وقفرا من اليهود والنصارى الدولة العبيدية هم أول من احتفلوا بخمس نعم أفواً احتفلوا بخمس أنت جنابك راح ترد عليه راح تقول السنة الحسنة هي سنة كانت يعني منسية والآن تذكر بها انتهى السنة طب ما عليش بالله عليك أنت قعد تجيب لي حديث في التوصل وجواز التوصل بالنبي طب هل يجوز التوصل بقبر عبدالقادر الجيلاني؟ لا لا يجوز طب هل يجوز التوصل بقبر النبي محمد؟ لا يجوز لكن يجوز التوصل بمنزلة النبي بحق النبي وليس بجسد النبي والله هو التوصل بالجاية حبيبي ببضعة أنا لا أقول شرك أنا لا أقول شرك ولكن ببضعة أننا توصل بجاية النبي ما رأينا أحد فعل ذلك حتى شوف الحديث الحديث يا شيخ رامي حديث الشفاعة واللي بلغ حد التواتر يعني ممكن أنه لا يجوز حديث الشفاعة هل يجوز أن أطلب الشفاعة من النبي؟ عليه الصلاة والسلام في أي وقت؟ الآن؟ الآن؟ آه والله يا شيخ رامي اللي إحنا تعلمنا وهذا الإسلام واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حياتي خير لكم وماتي خير تعرضوا علي أعمالكم فأستغفروا للمسيء منكم يعني يجوز أننا أقول يا رسول الله شفع لي نعم طب لما نقولش يا رسول الله رزقني أيضا ما هو النبي حياتي خير لكم من مماتكم نعم لكن الله عز وجل ما خل المسألة المسألة الرزق ومسألة الحياة والممات كلها بيد الله عز وجل لا والشفاعة أيضا بيد الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة لله وبعدين إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلابد علشان فلان يشفع لي لابد من أمرين اتنين إن ربنا يأذن له ويرضى عن اللي هيشفع فيه اللي هو سيشفع فيه فأنا أريد النبي يشفع لي فلا أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأنا لابد إن أنا أطلب الشفاعة من الله لأن حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع لك لابد من رضى الله عنك وهذا الدليل من القرآن والآية الواضحة البينة قل لله الشفاعة جميع فأقول إيه يا حبيبي يا خويا يا حبيبي شو ما أنا بقول عليك يا خويا يا حبيبي أقول ماذا أقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعم تمام نفس حديث الأعمى اللي تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة حديث الأعمى لا يصح تاني حاجة الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما بجيب لك القرآن كل يعني بتذهب للشبهات اللي احنا رددنا عليها يعني تهالكت الأمم في الرد على أو هالكت الأمم في الرد على هذه الشبهات رددنا عليها في مواطن كثيرة جدا اكتب الآن على جول شبهات حديث الأعمى شوف كان رد من ردود أهل السنة والجماعة ورد عليها كثيرا مع أن الحديث فيه ضعف وإن صح الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنت من شوية قلت لي لا لا تتوسل بالنبي فقفت الوقت تقول لي حديث الأعمى كيف تتوسل بالنبي بقى وانت قال لي لا يجب توسل النبي أنا أريدك أن تثبت والأفضل هل الأفضل أنا أسألك الأفضل أقول يا محمد اسمعني بس الأفضل أقول يا محمد اشفع لي أم يا الله شفع فيي النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم الأفضل أقول ولو الظلموا أنفسهم جاؤوك يا حبي نردنا على هذا الكلام بالله على الكثير هو أنت ما عندك شعر للشبهات جاؤوك أي فحيات النبي صلى الله عليه وسلم أنت عارفني يعني لا يزيل زيل 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 النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أداء السلام سنة لا 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 سواني بس سواني أنت مش تجيب لي شبهة شبهة ونقعد ننطط شبهات لحد الصبح ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله إيه رامي أنا أكلمك في التحيات في الصلاة لا 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 خلينا بس الأول أم المؤنع إيشة تقول وبعد موت النبي قلنا نقول السلام على النبي خلينا بس نرجعنا وإنت دلوقتي ونقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول كمل الآية كده نعم لو وجدوا الله إنت إمام كمل الآية تواب الرحيم نعم أكمل الآية اللي بعدها لا وجدوا الله توابا رحيما بعدها أكمل الآية اللي بعدها والله ما تحضرني عفوا طيب بص يا حبيبي الله يرضى عنك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك حتى يحكموك فيما بينك نعم نعم أيوة فالآن دي الاتنين مع بعض ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك والآية اللي بعدها فلا وربك اللي اتنين بيكلموا عن واحد بس والآية نزلة في المنافقين بالمناسبة بالمناسبة الآية نزلة في المنفقين وكانوا يرفضون استغفار النبي إليهم صلى الله عليه وسلم وربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجرة بينهم هل يصلح أن أذهب أنا وأنت مختلفين في هذه المسألة هل يصلح أن نذهب نتحكم للنبي الآن؟ نتحكم عن النبي في الكتاب والسنة؟ لا لا نذهب أنا وأنت الآن نتحكم للنبي؟ يعني قاس دك في نتحكم في أمور الدنيا؟ لا أنا وأنت اختلفنا في مسألة ينفع نروح عند قبر النبي ونقول يا رسول الله أحكم بيني وبين فلان؟ لا يا شيء الله أكبر جميل لا لا يصلح يبقى هذه كانت في حياة النبي فقط واللي أبليها لإني بتتكلم عن نفسهم ولا أنهم الظلم أنفسهم جاءوك أيضا في حياة النبي في حياة النبي فاستغفر الله استغفر لهم الرسول فدي في حياة النبي وهذه في حياة النبي شكرا لك وأنا أجبتك على شوهاتك مع أني موضوعي عن الشيع بس كان واجب علي أن أنا أجيبك على كل شوهاتك وعندك راقمي لو تحب أن تتواصل معي فأي راقمي؟ لا والله ما عليش والله أنت سألت أسئلة كثيرة وأجبتك إن شاء الله وعندك رقم الخاص إن شاء الله تواصل معي لأن أنا عارف هنطلع من شبهة نط على شبهة بس يا حبيبي دلوقتي اتنين صباحا اتنين إلى خمسة صباحا هي بوس اتنين إلى خمسة صباحا فباللعلة مش هنقعد بقى أنا وإنت نقعد كل شوية أنت تديني شبهة وأنا أعطيك شبهة وانا مش فاضية ما شاء الله أنا ما بأعطكش شبهات بس رديت على كل شبهاتك لكن انت الأفضل أن تقول اللهم شفع فيي النبي محمد وما قلت لك هذا الأفضل أقول اللهم شفع فيي النبي محمد ولا يا رسول الله شفع لي قلت لي ما عندنا آية ولو أنهم اتظلموا أنفسهم ورديت عليها وبرضا ما قلت شاء الله ما شفع فيي النبي محمد وهنتقل هرد لك على دي جبت لي شوها تاني أرد عليك دي جب شوها تاني لكن أهل الحق الحق واضح النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس راطف لصغير قال يا غلام أني أعلمك كالبان إلى أن قال إذا سألت فاسأل الله فالحمد لله أنا أفعل بوصية نبي وإذا استعنت فاستعب بالله فأنا أفعل بوصية نبي لا صوفي لا شيعي لا فلاني لا علان فأنا أسأل اللهم ارزقني أسأل الله سبحانه وتعالى في كل شيء كان السلف يقع الصوت منه وهو على دبته يقع كان يدعو يسأل الله سبحانه وتعالى وينزل يسأل الله فعلا نيجي دلوقتي في أهم من الشفاعة وما شابه ذلك ونسأل غير الله صلى الله أن يهديك وأن يأخذ بيدك إلى نور التوحيد أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصل لك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة